خلينا نروح سريعا لزميلتنا دينا الشرف ونتعرف منها على ايه اخر اخبار تقسي المهاردة دينا فعلا يا منصفة دلوقتي جي معدنا مع اخبار تقسي لكن بالتفصيل وهيط الارصات بتتوقع ان النهاردة التقسي يكون مائل الحرارة على قهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شرقية وجنوب سيناء وشمال الصيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية وحارة على جنوب الصيد بالليل الجو هيكون مائل البرودة على كافة الانحاء وفي النهاردة شابورة مائية صباحا على طرق السريع المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تفاصيل اكتر عن حالة التقسي معانا على التليفون دكتورة منار غاني موضوع المركز الاعلاني بهذه الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك تأتي بذنين صباح الخير على كل الكلام أهلا بك أهلا بك حابين تطمم من حديك عن حالة التقسي خاصة أن نهاردة تاني يوم في ارتفاع المرحوض في درجات الحرارة يمكن حديك قلتنا هيستمر لمدة يومين وبعد كده هيبدأ في انخفاض مرة تانية بالفعل احنا اليوم وغدا مستمرين في الارتفاع الصفيف في درجات الحرارة خاصة فترات النهار الارتفاع هذا بيكون بحوالي من درجة لدرجتين على أغلى مناطق الجمهورية يمكن ملموس أكتر في مناطق من جنوب البلاد زي طبعا شمال وجنوب السعيد بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العالية مصادر كتل هواية معظمها قادمة من على الصحرة كمتأدي لارتفاع ضربات الحرارة فالأجواء خلال فترات النهار بيكون أجواء مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية طباحنا الشمالية محافظات الوجه البحاري القاهرة الكبرى حتى محافظات شمال السعيد أجواء حرة على جنوب السعيد وجنوب سينا خلال فترات النهارة خلال فترات الليل فورة غياب أشعة الشمس ضربات الحرارة نحفظ بشكل منطوص خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر فرق من العزمة والصغرة بيوصل لعشرة والناشر درجة مائوية في بعض المناطق أجواء مائلة للجرودة على كافة أنحاء المناطق أيضا الجيوم مع طبعا في الأحوال الجوية بيكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية لست كنت أسأل حضرتك المناطق المحددة فيها شبورة المائية هل في جنوب البلاد أم في شمال البلاد أم عملا على الطرق السريعة والصحراوية هي أغلب أماكن التي تكون فيها الشبورة المائية هي المناطق الشمالية القريبة من المسطحات المائية والقريبة من المزروعات في أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى محافظات الواجه البحري مدن القناة شمال السعيد السواحل الشمالية أغلب الطرق دي بيكون عليها شبورة مائية ويمكن كمان مع التبريد خلال ساعات الليلة الشبورة المائية دي كسفتها بالزديد وبتقدل الخفاض ملحوظ في الرؤية الوفقية مع التكوونها دايماً بيكون في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر تستمر حتى تستطيع أشاعر الشمس الأجواء دي هتستمر معنا غداً الثلاثاء إن شاء الله لغداً هيكون بس فيه فرص شفوط أمصار خفيفة على بعض المناطق من ساحنة الغربية لكن كمانين تتكون الشبورة المائية والإستفاع التفيد في درجات الحرارة مع يوم الأرض هيبدأ في انفصاد في درجات الحرارة نبدأ ننأثر بتوزعات ضغطية مختلفة تماماً مستطب جوي في طبقات الجو العليا مع يوم الخميس ونهايات الإجواء هيكون الانفصاد ده ملتوز فترات النهار وفترات اليه بإذن الله يعني أمتى نقول للناس إن درجات الحرارة تنخفض لأن الناس بتسأل دلوقتي الشتاء هيبدأ أمتى هي البداية الانفصاد الشتاء طبعاً كلنا عارفنا هي 21 ديسم يعني لسه في شهر 12 لكن احنا بنقول خلال هذا الإسبوع هنبدأ نلحظ انفصاد ملحوظ في درجات الحرارة تحديداً من يوم الخميس وهيكمل معنا كمان على مدار الإسبوع القادم مع بداية شهر 12 كمان معدلات الشهرية في شهر 12 درجات الحرارة تبدأت منخفض لكن احنا لسه يعني الدرجات الحرارة مش هتبتدي ان احنا نبتدي معها ملابس شتوية لكن نأكد ان فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر بتحتاج ان احنا نتقل فيها ملابسنا بتحتاج ان احنا ملابس خريفية وجاسب يكون معنا جاكب كمان خفيف خلال فترات الصباح الباكر واللي المتأخرة لان درجات الحرارة الصغرى بتنحفظ بشكل منصول صحيح انا بشكر حديك شكراً جزيلاً دكتورة منارغان معضول بركز الأعلام نهاية الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا لتفاصيل حالة التقص دلوقتي نتابع مع حلاكم درجات الحرارة متوقع النهاردة وهنبدأها طبعاً من القاهرة والعظم 27 الصغرى 17 العاصمة الإدارية 27 17 الإسكندرية 25 16 العالمين الجديد 24 16 مطروح 24 16 دميات 25 16 بورسايد 26 18 إسمالية 28 15 السويس 27 15 العريش 27 14 كاترين 22 28 طبعاً 26 15 حلايب 27 19 شراتين 31 21 شرم الشيخ 29 21 الغردقة 28 20 الفيوم 27 14 بنسويف 27 13 الودي الجديد 30 12 أصيود 28 13 سهاجة 29 14 قنة 31 17 الأقصر 32 16 وأخيراً أصوان 33 37 حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو لكن هناك تغير ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الأسبوع يريد أن نخلي بالنا من التغير ده في درجات الحرارة ممكن يؤدي لأدوار البرد نحافظ على صحيتنا كويس نرتدي الملابط التقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وأيضاً في الساعات الأولى من الصباح الباكر هرجع مرة تانية لمصطفى بسانت علشان نكمل معكم فقرات صباحية مصر شكراً لك يا ديند شكراً لكم